بمنازمة نادي الزمالك مصدر داخل نادي الزمالك أكد لنا أنه ما فيش نية أبداً في الاستغناء عن الأسباني ماتيو جراندا مدرب فريق كورت اليد بعد خسارة لقب كأس السوبة الأفريقية المصدر قال أن المجلس أو عفواً لديه الناية لديه الناية أنه المدرب يرحل عن الفريق المجلس شايف أنه هو السبب في خسارة لقب كأس السوبة الأفريقية بسبب استبعاده لبعض اللاعبين المؤثرين زي الحارس فلفل وبعض اللاعبين الآخرين ورفضه كمان تدعيم الفريق بالأسماء اللي كان النادي عايزة عائد معها ومصدر في مجلس داخل نادي الزمالك قال لنا أن المدرب يواصل سياسة العناد مع الفريق وبالتالي رحيله عن الفريق أصبح وشيك خلال هذه الفترة بالمنازمة كمان كان فيه إشعاعات أن نادي الزمالك قد يعتزل عن بطولة كأس الكوس الأفريقية مصدر قال لنا أيضا في نادي الزمالك لرقم عشرة أنه ما فيش خالص حاجة من الكلام ده وأن الزمالك هتشارك بشكل طبيعي في بطولة كأس الكوس الأفريقية لكرة اليد اللي خلاص إن شاء الله خلال ساعات هتقام وهتنطلق هذه البطولة